كل فترة يعني كل فترة كده والتانية بانتشر اونلاين اسم عشاب حبوب تندرك تحت بند المكملات الغذائية منها اللي بيخسس ومنها اللي بيدينا طاقة اوقات هيدا الحبوب بتكون منيحة واوقات بتكون مضرة ومؤخرا انتشرت نبسة الاشواجاتة طلعت اونلاين وفجأة كل النصر ويتناولوا وانا انا شخصيا بعد معرفة انه بتساعد بالانجزايتي بتهدي شوية للانجزايتي طيب فيه اللي بيقول انها بتخسس وكويسة علشان يعني لو عندك سكر وفيه اللي قال هي بتعمل دور المنشط للرجال وخاصة الرياضيين اسم المقابل كترة المعلومات الخاطئة كتير عنا منا انه هي بتنصح او بتغنيك عن الادوية وبتخليك تنعت واذا بتاخدها خلال النهار وبتخليك بلا مشاعر وبلا احسيس يعني هيدا شخصيا انا ما حسيت فيه ابدا بس اكيد بنا نتأكد من هيدا الموضوع احنا هنعرف وقتا يا جماعة عن الاشواجندة مع ضفتنا بس قبل ما انه رحب بياه خلينا نشوف الفيديو ده موسيقى 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 المترجم للقناة 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 هذا هو أول استخدام لأنه تعمل على ما يعرف بالـ الـ الخط بين الدماغ والـ الذي يعمل على فرض الكورتيزول مهم نعرف أن الأشواجندا تعتبر نسميها نوع من المواد النباتية الغير ضارة التي تدخل على الجسم تساعد برقلجة نسميها نون سبيسيفيك يعني شو ما في شي خلل خاصة بالـ بترجلجه يعني ما بتعمل شي محدد بس تفوت على الجسم وين في بتعمل البالنس هو للـ أشواجندا واحدة من أهم الأدابتوجن جنسنج هي أدابتوجن تاني اليوم عم نحكي على الأشواجندا أول فائدة من الفوائد إذا بديك أنه بتشتغل على الـ لأنه بتحفز تصنيع إذا بديك السيروتولين أو الـ وبتخفف من ضغط تصنيع الكورتيزول اللي هو تاني شي من فوائدها أنت ذكرته هو السكري هلا هي منع علاج للسكري تنبلج بهذا هي منع علاج طبي هي ما بتغني عن العلاجات والأدوية ما بتغني عن التريتمنت الماديك الأكيد إنما منسميها يعني في كتير أشخاص اللي بيحبوا يلجأوا للعلاجات الطبيعية ممكن ياخدوا الأشواجندا مع علاج السكري تبعهم ليش؟ لأن الأشواجندا بتساعد على تحفيز الخلاياة إنه تاخد السكر من الدم لأنه نحن منعرف واحد من أهم أسباب السكري من النوع الثاني مش من النوع الأول إنه البونكرياس بيكون عم بيصنع الإنسلين عادي إنما الإنسلين ما عم يعمل شغله مضبوط بالخلايا ما عم تقدر الخلية تاخده بيشتغل الأشواجندا بيشتغل شوي شغله يعني بيسهل بامتصاص السكر هيده تاني رول هلا بما إنه بتساعد بهيدا الموضوع نحن منعرف إنه في كتير أشخاص بتعاني من وزن زيد بتعاني أيضا من إنسلين رزيستنس أو مقاومة الأنسلين أصبح الأشواجندا ممكن تساعد من هيدا الناحية سو صرنا بتالت فائدية اللي هي تنزيل الوزن الرابع فائدة إلهية اللي ذكرته إنه بتساعد لتنشيط يعني بتحسن بالبرفورمانس بها الرياضيين خاصة الرجال طب إزاي تعمل كده وإزاي إنها معروفة عن أنها بتهدي الأعصاب لا أنا ما قلت لك بتهدي أنا قلت لك موديوليتر يعني أدابتوجينيك سو هي وقتل بتسوط على الجسم إذا أنت بحاجة لتهدي الأعصاب بتشتغل على هيدا الموضوع بس إذا أنت رجال ما عندك مشكلة بالسترس وأخدت هيدا الأدابتوجين أول شي بدأت تشتغل على النواقس اللي عندك مثلا إذا أنت نسبة التستوستيرون عندك مش مزبوطة بتحفز هي تصنيع شي من سميه DHEA يلي هو بريكورسر إذا بدك له رمون التستوستيرون سو بتعليه من التستوستيرون بتخفف من المواد المحفزة للالتهاب بالجسم وقت يخف الالتهاب بالجسم تتحسن performance العضل على كده هي مفيدة بقى للراجل أكتر من الست؟ نعم من ناحية performance مفيدة للراجل أكتر من الست إنما أيضا في أبحاث بما أناك ذكرت على المنوبوز منوبوز السمتم عند السيدات يعني عوارض المنوبوز كمان في دراسات بيانات أنه بتخفف بس ما كتير بعد معمول بايداوي دراسات على على إطابي الهرمونات النسئية قد ما هو معمول على الهرمونات الذكورية وعلى السترس والأنكزايتي والذكري يعني أنا بس لأخذت الأشواجندا الدكتور نصحني إن أخذها شهر ونص بعدين امتنع عنا شهر ونص قال لي لأنه كاميرا ما يصير جسمك متعود على الكورتيزول يلي عم تعطيها هذه الحبة شو تعليقك على هذا الموضوع؟ وهل الواحد فيه دلوا مستمر بأشواجندا بشكل عشوائي؟ ولا فيه نظام معين لازم يتبعه؟ أوكي هلأ هو حيالة سبليمت أو مكمل غذائي ما لازم تكوني عليك لحياتك ولازم دائماً منحكي على هونيمون فيز يعني كان مثلاً فيه أشخاص بتحب تاخد خمسة يام بالأسبوع والسبليمت بالويكاين بترتاح فيه أشخاص بتاخد ثلاث أسابيع بالشهر أسبوع بترتاح فيه أشخاص بتاخد ثلاث شهر بترتاح أشواجندا مثلهم الأشواجندا أصلاً مفعولة يبين بالدو كيوميلاتف يعني بديك وقت مش إنه مثل المهدئات الأعصاب الفرماسيوتيك اللي بتاخدي حبة وبتحس إنه ضغطة ومدرشوه أبداً مش هيك هو سوبر ميلد حسب الدوزج يعني اليوجوالي السيف دوز بالنسبة للأشواجندا حسب الشخص بتتراوح بين ميتان وخمسين لألف وميتان وخمسين ميلي جرام سو حسب الدوزج اللي عم تاخديه بالنسبة للإدمان إذا بدك أو إنك تتعودي على هيدا الشيء أكيد هلأ بوافق الرأي من ناحية إنه حيالة مكمل غذائي عم تتكلي عليه بيعطيك مثل فولز هوب إذا بدك لأنه منه حل إذا بدنا نتذكر إنه هي منه علاج هي عم بتهدئ الأعصاب عادة مثلا الشخص اللي بيعاني من إكتئة بتناحكي على الديبرشن بيكون هيدا الشخص عم يتعالج عند أخصائي نفس صح؟ صح مش إنه عم يتكل على الأشواجندا طي صحيح وممكن يكون هيدا الشخص عم ياخد حبوب مهدئة أعصاب وبياخد بالإضافة إلى ذلك الأشواجندا الأشواجندا لازم تكون part of a treatment يعني هي بتعمل بالانس ما بتخليش الشخص يبقى همدان ومريح أبدا أبدا أكيد بيتوقف ومغير إحساس خالص بيتوقف نو بيتوقف عند الشخص مثلا إذا صابيه عنده وزن كتير قليل وعم تاخد دوز عالي شيء وإذا الرجال عم يعمل رياضة وعنده رياضة وعنده نسبة عادلة كبيرة وأخد نفس الدوز أكيد ما هيحس نفس الشيء إذا إنه مجموع بيتوقف يعني لازم لازم أكيد الأشواجندا وغير مكملات تنوصف من أخصائي ومن طبيب الأشواجندا عادة تنوصف من طبيب الطبيب اللي شو بيقولوا الطبيب ناتشوروباثيك دوكتور ده بتباها دلوقتي عالي نعم نازل تشتريها من أي مكان درائع ايه انا معرف عرف تشتريها كسبريمت من السوبر مار بس انه انا ما بنصح طبعا انا عرف منين اصل انها دي اللي فيها الفايدة لازم اكون مع مختص اطبعا لو انا دخلت فيه مثلا مش عايزين نقول براند معين فيه نسب معينة بتبقى مكتوبة على اه اصدق كيف تعرف ايها تختارها لأكيد ايدي ليكون حدا نوصف لك هي حدا عنده اختصاص لانه مش بس شو المكونات فيه عندك براندز صحية وفي براندز غير صحية غير سليمة من دخل بيندخلها اضافات بعدنا في لابلينج على البراندز لازم يعرفوه على السبليمنتز مثلا انه تكون ثيرت بارتي تستد يعني مش بس الفارباستيك النفس اللي عملت هيدا المكمل عملت لها تستيك بتجي ثيرت بارتي برانية وهولي في لابلز بس بيعرفو فيهم اكيد الاخصائين انما سؤالك مهم انه انا كيف دي اعرف ايا اشواجندا اخذ اليوم عاطوني ثلاث انواع اول شي واهم شي بنا نطلع انه الاشواجندا الموجودة بالمكمل هي من الجذور صار فيه مع الاسف هلأ موضة مش موضة هيكي مثل عم يتسرب بالسوء اشواجندا مزيج الورقة الورق والجذور وهيدا الشي غير سليم لانه بعد ما فيه ابحاث على الورق بس يفوتوها بالمكملات مثل ما قلت انا الليفس او الاوراق هي طوبيكل بس على الجلد صح تكون روت بيحطه بالنيترشن تايبل بس يحطه ليك الدوزج بيحطه اشواجندا وبتوين براكتس روت هيدا اهم شي هلأ ممكن يكون الى اضافة تانية بمعظم الاحيان بتكون فيه اشواجندا وفيه اعشاب تانية فيه فيتامينز وفيه غير مكملات بس انتهم اشواجندا هيدا الشغلة تانية شي الدوزج يعني انا مثل ما قلت حسب وزني وحسب الحالة اللي انا عندي ايها وحسب قديش يعني طول التريتمنت بيقرر المختص اذا بدي اخذ 250 500 معظم الدراسات نعملت مثلا على 500 ميلي جرام باليوم حلو ده وفيه سوري اهم شي اقوله كمان انكيس نسينا نحيانه انه فيه ناس ما لازم تاخد الاشواجندا يعني مثلا اليوم الست الحامل والست المرضعة مش مستحب انها تاخد الاشواجندا حتى بيدوز قليل ان لس طبيبة قرر عم يعمل لها تريتمنت للشي معين اوصف ليا تالت شي الرجال اللي بيعانوا او عانوا من كانسر بالبروستيت منسميه هرمون بوزيتف يعني اللي علاقة بالهرمونات ما لازم ياخده اشواجندا رابع الشي الاشخاص لا رابع تمامنا معاك اواشا اوكي رابع الشي المراهقين يعني اللي عمرهم صغير والاطفال اكيد ايه 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 ارجع بقول يمكن الطبيب يوصف له بس عم بحكي ان جنرال الاشخاص اللي بتعاني من مشاكل كبد وكلا كمان لازم يبتعدوا كل البعض اكيد يعني لازم اخصائي لازم بزرط لازم يكون حدا وصفة يعني شكرا كتير شكرا جدا شكرا جدا استفدنا معك